خيال الخير على كل اللي بيتابعنا في برنامج اوت بوكس على سوشيال قناة صدى البلد معنا النهاردة نجم عمل دور جميل جدا في مسلسل كبرة عمل دور حربي شكل كده مختلف عن اللي شفناه له قبل كده هو الفنان احمد عبد الحميد انوارنا نهاردة يا احمد جنوري كبير اخزاك احمد من الناس اللي برزت كده فجأة خلال السنتين اللي فاتت راومن هو بادئ بقاله سنين فاحنا طبعا هنتكلم النهاردة عن الموضوع ده بس في البداية عايزك قدامك كده استماره املاها للجمهور مين هو احمد عبد الحميد ماشي ايه مكتوب فيها ايه اسمك سنك ايه الشغلانه اللي كان ممكن تشتغلها لو ما كنتش ممثل انا اسمي احمد محمد عبد الحميد عبد الرحيم طيب وعنلي 30 سنه دلوقتي ايه الشغلانه اللي كان ممكن اشتغلها والله مش يعني انا يعني انا قلت كذا مرة ان انا كان عندي مش كده ان انا مش لاقي نفسي في شغلانه طول عمري واحدة دايما ببقى كل شوية مودي كده عايز اشتغل شغلانه بس انا كان اهلي دايما بيقولوا ان انا هطلع ناقد فني انا كمان كان ممكن اطلع مثلا فود بلوجر ولا حاجه اه يعني برضو بحب انقض قوي في الفن وفي الاكل فكان ممكن اطلع ناقد يعني طب منسبة الاكل ايه هو الطبق بقى المفضل ليك يعني لا ده ده كل حاجه ده حاجه كتير قوي حلوة يعني كل الكوزينز اللي في الدنيا فيها حاجات طعفة يعني شاطر انت في المطبخ؟ اه اه شاطر شاطر جدا عندي نفس ما عنديش المقادير المزبوطة بس عندي نفس حلوة بعمل حاجه بحب يعني فقط حلوة وانت درس اعلام لما ما دخلتش بقى في المجال ده يعني اتجعتك كتمثيل؟ والله انا يعني موضوعا ان انا درست اعلام ده كان يعني رضاءا لاهلي اللي هما هما كانوا بالنسبة لهم لا انت لازم تاخد شاهدة وبعد كانت شوف موضوع التمثيل وكده فانا بالنسبة لي عايزة بقى قريب من الكاميرا ومش فهم حاجه فانا هدخل اعلامي يعني واببسطت جدا جدا بدراستي الاعلام برغم ان انا عاد فيها سنين طويلة جدا في الجامعة او انا عاد تسعة سنين في الجامعة كريبا او بس انا عايزة اقولك ان انا عاد تسعة سنين وما عدت يعني ما سقطت شواره مرة كنت اعمل فريز عشان كنت مهتم بالتمثيل واسفرت سنة برضو لوس انجلس درس التمثيل هناك وكنت بتاديت اشتغل وبتاع فعملت جاء في اربع سنين كده ورجعت وخلصت على طول موسيقى